نداء إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء طول الوقت أتلقى رسائل من أهلنا أصحاب المحلات التجارية من أصوان وإحنا جايين من مطروح وإحنا جايين من سينة وإحنا جايين فيش حد بيقابلك شوفك يبعتلك يعرفك يبعتلك الحقونا علينا إجارات الحقونا عندنا عمالة الحقونا مش عارفين نسدد يديون اللي علينا لأنه طلع قرار طبق من أول يوليو ومستمرة حتى في الخميس الأخير من شهر سبتمبر غلق المحلات الساعة عشر وهذا القرار أدى إلى حدوث مشاكل لدى أهلنا أصحاب المحلات على فكرة بتكلم على أرقام وما عندناش رقم بالمناسبة دقيق يعني ما فيش حد عنده رقم في البلد عندنا كم محل أسأل حد النهاردة واحد يقولي خمسة مليون حد تاني يقولي سبعة مليون حد وأنا بسأل الناس إيه المفروض إيدهم في مطبخ المحليات يعني حد رابع يقولي تمانية مليون خد المتوسط خد المتوسط ستة مليون له خمسة وله تمانية خد متوسط ستة مليون محل لما أجي النهاردة أتكلم على ستة مليون محل تجاري بيعني كل المحلات الترفيه والتجاري والخدمي كل أنواع المحلات أتكلم على رقم لم يبقى عند الناس زي مشكلة يبقى أنا أتكلم هنا على ملايين المصريين مش هتكلم على كم واحد تشغل في المحل فيه محل فيه اتنين ومحل فيه عشرين ومحل فيه متين كم أسرة وراء هذه المحلات الملايين المليونية دخلوهم وافلوسهم وأكلوهم وشربوهم وحياتهم من الدخل ده الدخل ده تأثر لأنه الساعة عشره بصراحة وأنا قلت الكلام ده من الأول ما قلتش النهاردة بس النهاردة بجدد لأننا الناس بتشتكي بجد وإحنا زي بقول كده صوت الناس صوت الناس اللي هو لما حد يبقى عنده مش بتكلم على هنا بتكلم على ملايين عندهم مشكلة يبقى لازم صوتهم يصل إلى الدولة يصل للرئيس مجلس وزراء يصل لللجنة المعنية اللي خدوا قرار الكهرباء هيقفلوا المحلات الساعة عشره بالليل الناس يدبوا خلاص صلاة العيشة الساعة عشره بالليل هو حد ينزل بالنهار يعني فيه ناس بتنزلوا محلات كده وأنا طول نهاربه في الشارع يعني وأنا جاي بشوف حدش في المحلات بالنهار الناس تبدأ تنزل إمتى؟ المغرب الدنيا تبدأ شوية هوا طب الصلاة عشره إنهم روحه بخ طب ما نعمل إجراءات وأنا كنت بتكلم مع بعض الناس النهاردة فيه أماكن كتيرة يعني غرف تجارية ومحليات وبعض السادة للمسجل يعني مقترحات ليه لأ؟ ما نراجع قرار مش قرآن قرار مش قرآن خدنا قرار نتائج ومش إيجابية نعم نراجع القرار اللي هو تعالوا مفكر إمتى الناس بتنزل تشتري؟ تعالوا يا جماعة سبعة صبح مين محلي بيفتح سبعة صبح؟ فيش حد بيفتح سبعة صبح يفتح عشر بلاش عشر نخليها اتناشر نخليها واحدة تاني بقوله هو بلاش سبعة محدش بينزل سبعة صبح إن هو توقيت فتح محلات ساعة سبعة مين فتح؟ ومين ينزل إن شاء الله صاح من النوم رايح يشتري إزاي يعني؟ هل المحلات دي باعت من الساعة سبعة لسبعة مساء؟ اسألوا شوفوا المحلات لما فتحوا الساعة سبعة الصبح لحد سبعة بالليل مغرب قبل الغروب باعوا لا يبدأ يبيع في الوقت ده الشمس تبدأ تنزل شوية حرارة إهدى شوية داخلين على المغرب نبدأ الناس تنزل من بيوتها شم هواء ويبدأوا يشتروا اللي عايز يشتري وده موسم سياحة وموسم زي ما بقول كده الناس حتى لو مستياحة الناس بتحب تنزل الشارع شوفوا الأسواق التجارية فأرجو دولة الناس وزراء لو احنا بنتكلم أهو أنا بقولش ما نتوقع لا ما بقولش كده ولكن أقول نبدأ نتكلم على نفتح المحلات اتناشر اتناشر قبل صلاة الظهر بالتوقيت الصيفي لحد الساعة اتناشر بالليل نعم مثلا أو نفتح الساعة واحدة مع أدان الظهر لحد الساعة واحدة بالليل يبقى أنا هنا وبالمناسبة ممكن ندي ساعة في النص كده نقول لهم لو سمحتوا قفلوا الساعة مثلا ثلاثة مثلا أربعة الساعة خمسة مثلا أو ساعتين نقفلنا أربعة لحد ستة مثلا يعني أنا بدي أمثلة على لأنه في ناس كتير النهاردة كانوا بيتكلمهم بنتكلم في ده فبدي مقترحات إننا احنا عايزين نساعد أهلينا وفي نفس الوقت عايزين نساعد البلد البلد عاملة ترشيد للكهرباء عظيم جدا هل احنا ضده ده قولا واحدا لا عارفين البلد وظروفنا والتحديات الصعبة كل ده مش هنقعد نعيد ونزيد عارفين ده لكن تاني أنا كمان مهتم بالمواطن اللي هو يدفع منين يدفع منين مرتبات العمالة اللي عنده يدفع منين الديون اللي عليه وهو جاي ببضايع ما فيه الزباين ويبدأ يشتغل ثلاثة أربعة ساعات ولا يعملوا أي حاجة بالنسبة له بالمنطق لازم هذا الأمر لازم نشوفه ونرجعه مع بعض ومش عيب تاني بقول لأنه مصلحة أهلنا كمان نساعدهم وحدش النهاردة بشتغل لصالح الشعب طب أنا بتكلم على ملايين ملايين لديهم هزين مشكلة تخيلوا لو عملنا قرار وعدلناه هنحل أزمة أديا للناس ونساعد الناس إزاي وفي ظل كمان أسعار وغيره وهنا وهنا فنقدر كمان على جانب الآخر خلاصه مع عملنا محلات تجارية ادناهم يعني وقت أطول ووقت كمان مهم بنسبة لهم ويستفيدوا أكتر وإحنا كمان من السفيد ما أنا هنا بشغل ناس ما أنا بشغل ناس يا جماعة بشغل ناس أمريكا وقعت اليومين اللي فاتوا عارفين ليه البورصة في أمريكا أسواق المال في أمريكا انهارات وضربت العالم كله بالسبب عارفين إيه تقرير طلعوه على البطالة في أمريكا عدد العاطلين بيزيد فهناك مخاوف أنه ده بيأثر كمان وبالتالي الفيدرال الأمريكي هيتدخل عشان يعمل إجراءات للحد من البطالة طب تشوف أنا بكلمك على أمريكا اللي هي حصل النهاردة عندها تعرضت لخسار تقترب من تريليون دولار تريليون دولار في أمريكا واليابان تعرضت لخسار تقترب من 800 مليار دولار اليابان تقريبا 780 حاجة كده يعني مليار دولار تقترب من 800 مليار دولار اليابان كله ضرب في في الاقتصاد العالم وأسواق المال في العالم وبرصات العالم فالنهاردة أنا بتكلم على بشغل هذا هو يمكن هنتكلم عنه بعد شوية هنتكلم عن المؤشرات ونتكلم على العالم بعد شوية لكن بدي مثل على أنا عندي تشغيل ده احنا ده الرئيس بيع عمل مشروعات رقم واحد رقم واحد آه بأعمل تنمية ولكن كمان مع التنمية أشغل الناس ست سبعة مليون فرصة عمل بشغلهم لو مشروعات دي مش موجودة النهاردة دول هبوا موجودين فين السبعة ثمانية مليون فين هبوا مكانهم طب الناس لن بتكلم عنهم محلات تجارية فتح بيوت من كله هو فيه كل مكان شغال فيه نسبة الشغل وتجارة وحركة تجارة داخلية وبضايع رايحة جاية وحركة فأتمنى مرجعة هذا القرار لصالح الجميع وأكيد دولة الوزراء لا يمكن مع المجموعة الوزراء يقعدوا كده ويستعرضوا التقارير ويستعرضوا ردود الأفعال ويستعرضوا كمان اللي حصل فيه موضوع لالق المتاجر هل ليه تأثير إيجابي؟ يعني ممكن يبقى حاجة ليه إيجابية طب على المستوى السلبي مستوى الناس مستوى يعني دخل الناس احتياجات الناس يعني دخولهم مرتبتهم وظيفهم أخبارها إيه لما يجي النهاردة أعمل تعديل وأنا ما بقولش لا بقولش كده بقول نعمل تعديل بمقترحات بدل سبعة صباحا لحد عشر بالليل أتكلم على الساعة 12 الظهر لحد 12 بالليل طيب واحدة واحدة ظهرا واحدة بعد متصف الليل جميل جدا كل مستفيد وكل الربحات ودهم في النص كده قلهم وأنا تاني بقول لو حتى لو قلتوا نعمل ساعة كمان بالنهار يعني يقفلوا يقفلوا يفضلوا مستنين الساعة دي مش هي يجرى لهم حاجة يقفل محل ويبقى قاعد براه فيش مشكلة خلاص يقفل عشان الكارابة ساعة أو ساعتين المهم هو يديله مساحة وقت يشتغل بالليل أكتر خاصة في الصيف يعني لو في الشتاء أقول لكم أقفله من الساعة 8 لو الشتاء أقول عندي مشكلة خالص لكن بتكلم على الصيف وديكم شايفين درجات الحرارة أخبار رغم أنها متراجعة شوية 38 وكده يعني مش عالي أوي زي الاربعنات وخمسة واربعين لكن أتمنى هذا القرار لو حصل هيرضي الملايين ويعني هيفتح بيوت ناس كتير أوي ويعني يبقوا سعداء جدا أنه حكومة تقدم ليهم كمان يعني حركة كمان عمق شغل الناس تاني كمان تساعدوا الناس فجأة الشوارع ظلمة فجأة كمانازل وسط البلد كده وسط البلد ظلمة زي يعني زي طبعا ممكن نتكلم على استثناءات الحاجات اللي على الطرق طبعا ما ينفعش نقفلها لأنه دي حركة سفر وبالتالي ما نقفلش كفاتريات المقاهي ما تتقفلش تاخد وقت المطاعم تبقى شغالة الحاجات اللي هي يعني توصيله وغيره وبقى شغال حاجات العامة اللي احنا عارفينها هتبقى شغالة ما بنجيش ما حدش قرب لها لكننا بتكلم على اللي تحدد له قرار عشرة مساء هو ده اللي أنا بتكلم عليه اللي أنا بتكلم على ملايين من المحلات التجارية اللي أتمنى صوتهم يوصل دولة رئيس الوزراء وأنا بشكره وبحييه مقدما ودائما أشكر رئيس الوزراء لأنه عارف رئيس الوزراء عمره ما بيتأخر أبدا عن الناس ولما بيجد بالفعل يعني الناس لهم حق على طول لا يمكن يتأخر أبدا أنه هو بيشتغل وزي ما بيقول دولة رئيس الوزراء لما كنا حتى الأسبوع اللي فات مع سيادته في العالمين قال مش ممكن آخر حاجة ناخد قرار يزعل الناس قال كده والله قال لا يوم يعني آخر حاجة نلجع لها ناخد قرار لأي شيء أنه ممكن حد يزعل مننا احنا مناخدش قرار عشان حد يزعل ولكن عندنا ظروف يعني بتجبر الحكومة تاخد قرارات يعني احنا بفضل الله مشين والبلد مشيا تاني بقول دا يمكن يعني أمر هيكون في غاية الأهمية لو حصل